السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هزيمة قاسية جدا ولكن منتظرة من الفريق الكوري على منتخب مصر اللي مش شايف قدامه آخر واحد يشيل مسئولية الهزيمة آخر واحد هو المدير الفني أهاب جلال اللي جاي ما بقالوش عشر تيام المنظومة اتحاد الكورة والسياسة الكورة في مصر كلها مش اتحاد الكورة بس عندية السياسة اتحاد الكورة بيزة خالص من أولي الناشئين تخيلوا تخيلوا إنه أكتر من عشرين سنة أكتر من عشرين سنة مدرب المنتخب يقولون بشاوية غريب هو هو وبنفشل بنفشل بنفشل وهو مستمر مش جديد منتخب الشبابمنتخب الشباب هو هو بقالوا أكتر من عشرين سنة اللي بيستمر ده لما بقى فيه نجاح للكورة المصرية المدربين دي بتستمر فيش الاستمرار موجود والفشل موجود لازم كل الدعم لأهب جلال الراجل شار المسؤولية من عشرة ايام اللعيبة كتيرة جدا بعيدة عن مستواها اللعيبة كتيرة جدا مصابة على رأسهم سلاس المحترفين القم عندنا احسن سلاس يعني محترف صلاح والنني وترزيجي لو مدارب اجناء بنقولك سيب يا عم سيب يحط خطة ده بقاله عشرة ايام لكن المدارب المصري دوس عليه ولبسه المصيبة لبسه السرقة يعني يقولك مين الحرام يا جماعة يروح مشاورين على المدارب هو ده بضع ليه اولا الاداء منتخب مصر في المباراة ما فيه شخصية خالص ما فيه شخصية تحس ان كل اللعب بيلعب جنب التاني تقريبا مش عارفين اسامي بعض يعني طبعا عارفين اسامي بعض بس انا اللي وصلي كده في المنظر اللي انا شايفه لكن اللعبة مش حافظة اسامي بعض ولا تعرف ببعض وبعدين فيه تراجع في نص ملعبك تراجع في نص ملعبك لما ترجع الحداشر في نص ملعبك المفروض تكون قافل يعني لما لما تسيب كورية تنقل يعني الخطة بتاعة اهب جلال النهارده قيل لهم انه ترجعوا وراك كورة اول ما تفقدوا كورة طب رجعنا وراك كورة في كل الاهداف على فكرة رجعنا وراك كورة طب الطبيعي بقى انك الحداشر لاعب لما يرجعوا في حتة صغيرة عشرين يارضة زي دي مساحة صغيرة زي دي ترجع حداشر لاعب يبقى وانت مغمد كده ان انت قافل المساحات الغريبة انك انت راجع وهم بينقلوا عليك ماشي ما تقطعش برغم ان دي غريبة جدا ما فيش حد بيضغط ويقطع ماشي ما فيش مشكلة انما لما تتلاقي بقى القدام ما فلطو بقافل المساحات انك انت متكون وراك يعني راجع ما بتتغطش ما بتروحش عن تلص ملعبه ومتراجع وفي رجوع للفرقة وفي مساحات راجل يطلع بدماغه في الثامنتاشر لوحده طاق الجن الاولاني الجن الرابع بدماغه طاق الجن التالت الراجل بيجري بالكورة وبيشوت من ايه ده ما فيش حاجة خالص في المنتخب تخيلوا الهدف الاولاني 34 باصة 34 باصة لمنتخب كوريا دي ما حصلتش في العالم انك تجيب هدف 34 باصة ما لمسناش الكورة 34 باصة ما لمسناش الكورة يعني منتخب كوريا لو يلعبوا 11 كرسي كرسي كده كانت الكورة جات في كرسي يعني 34 باصة وبعدين ايه بقى اللي انا بقوله طب هم عاملين يباصوا طب انت اقفل بقى يعني انت ما بتدخش عليهم بتساقبهم يباصوا طب انت اقفل ايه في المساحات ده لا تتلعب الاقي الناحية التانية ده فاضي الراجل يرفع الراجل طالع فاضي يعني على الفكرة كوريا يعني مش الفريق الواو يعني لسه من 10 تيام انا تفرجت على الاهداف المراضي لعبوا مراودية في البرازيل اتروأوا خمسة المنتخب الكوري ده مش المنتخب الواو يعني ده لعب من 10 تيام من مراودية اتروأوا خمسة من البرازيل حلو جدا عجبني مصطفى محمد لما جاب الهدف وجري على اهب جلال وعظامله وقضب الحضن ان اللعيبة حسة بالمدرب ان الليلة السودة دي كلها من سبب اهب جلال الليلة السودة دي من سبب اهب جلال ده كوروش يا راجل كنا رحنا البطولة العربية الجزائر قطعتنا الاردن قطعتنا وتتقدم علينا من تاني كانوا بيتقدموا علينا كل اللي من لعبهم كانوا يتقدموا علينا بعد كده احنا نتعادل في الاخر في شود تاني بروح الرجالة الجزائر برضو تقدم علينا والشود التاني نحاول واجبنا ضربة جزائر لكن احنا بس كوروش قال لك ايه لا ادعمه ليه هدف ان يوصلنا كاس عالم سيبوه بعد البطولة العربية سيبوه راح بطولة افريقيا والله ملعبنا كورا يعني المهاجم بتاعنا مصطفى محمد سبع مطلات ما سجلش هدف جبنا في البطولة كلها البطولة كلها البطولة كلها جبنا اربع اهدف وصلنا للنهاية بس بين دافعوا ضربة جزائر جبنا اربع اهدف بركينا فسو جابت في الكاميرون لوحديها اربع اهدف بركينا فسو الماتش اللي افتتاح جابت في الكاميرون هدف وماتش التالت والرابع جابت تلات اهدف في الكاميرون يعني جابت اربع اهدف في الكاميرون بس بركينا فسو واحنا طول البطولة ما جبناش الاربع اهدف ومع ذلك برضو قالك سيبوه كروش سيبوه اما اهب جلال اول اخفاك يعني بقى اليومين بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما عملش حاجة يعني هو في المؤتمر صح في اهب جلال قالك ايه قالك انا هلعب زي ما كانوا باللعب الاول ما فيش حاجة جديدة نعملها لان احنا لسه ما اجتمعناش لسه بقى اليومين لما اتغلب راح مشاهدين هو المؤتمر قالك بنشوف سيبوهات مدربة بص اتحاد الكورة بيعمل ايه زي ادارة الاهل وادارة الزمالك اول ما تحصل مصيبة هزيمة يعني وكده يروح رئيس النادي الاهل او رئيس نادي الزمالك او رئيس الاتحاد الكورة مع المنتخب يقولك ايه احنا بنشوف سيبوهات في مدرب كبير هيجي ينقل الرأي العام والصحافة ليه مين المدرب اللي هيجي طب المدرب ده ايه ويعملوا مؤتمر صحفي مع المدرب ينقل الناس اللي بتتكلم كتير بقى على المنتخب وعلى النادي الاهل وحش ونادي الزمالك وحش لأ ينقلهم على ايه على حاجة جديدة يخلو الهري والكلام في مدرب بديد جاي احنا رحنا ثلاث مرات بس مش عالمرمة النهاردة رحنا ثلاث مرات بس مش عالمرمة احنا رحنا لنحط تاني يعني مباراة الكورة بيبقى نص ملعب ونص ملعب احنا مصر رحنا ثلاث مرات في نص ملعبهم ثلاث مرات بس جبنا جون كان فيه عدد زيادة شوية جبنا جون وقرتين تانين نرفعهم نرفع القرى وهم يطلعوها بدمجهم بس لا حولها لك اسم القناة بتاعتنا على اليوتيوب القرى مختلفة مع مصطفى صادق شرفني واشترك في قناة اليوتيوب ومنورين على الفيسبوك طبعا اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة شكرا